ننعي أسرة المخرج الكبير الأستاذ علي عبدالخالق كان مخرجا عظيما وينتمي إلى جيل المخرجين العباقرة وما فيش فيلم لعلي عبدالخالق وحش ويمكن حضراتكم مش من جيل اللي شاف أول أفلام علي عبدالخالق اللي هو أهنيه على الممر اللي هي كانت المسرحية بتاعت علي سالم اللي كانت بتجسد فكرة حرب الاستنزاف وطبعا بعد كده الأفلام العظيمة كلها العار والكيف وجارين وحوش كل هذه الأفلام كان مهنيا من الدرجة الأولى وكان أستاذا عظيما وزيان بقول لحضراتكم في مخرجين كده أفلامهم ما فيهاش غلطة يعني تبقى تلقى الفيلم من إخراج فلان تدخل وانت متطمن أنك هتفرج على فيلم عظيم الأحداث فيه مجدودة المونتاج فيه معمول صحة عناصر الفيلم كلها سليمة توجيه الممثلين فيه عبقري علي عبدالخالق قيمة كبيرة فقدناها يوم الجمعة اللي فاتت الله يرحمه وكنا بنتبعه طبعا في أيامه الأخيرة وقت يعني مرضه العضال وكنا فاهمين طبعا أنه قد تمكن المرض من جسمه ولكن الناس اللي زي دي ما بتموتش لأنها بتترك أعمال عظيمة تقدر تتفرج عليها طول الوقت وتتذكر دايما وجود علي عبدالخالق ترجمة نانسي قنقر